انتشر في الاون الاخيرة خبر بقولك السفارة الامريكية في عمان تعلن انه التقديم او القبول للفيزا الامريكية صار بدون مقابلة طبعا كثير من الناس تكلموا في الموضوع وكثير منهم مش فاهمين الموضوع صح اللي بقولك امريكا بدها تفضل اردن من الناس واللي بقولك بكرهوا البلد واللي بقولك ما ظلش عنا الشباب كله بدهوا يهاجر وانتوا اصلا مش فاهمين الخبر امريكا اعلنت انه لو انت قدمت من قبل ورقك سليم رحت عالمقابلة انقبلت اخدت الفيزا مثلا الفيزا صلحة لست شهور خلصوا الست شهور وحضرتك ما سافرت بالوضع الطبيعي بتجيبوا رقم جديد وبتقابل مرة ثانية وبتستنى فيزا جديدة الخبر الجديد شو بقول لو انت اصلا معاك فيزا انتهت مدتها تيجي بتستخرج غيرها بدون مقابلة مش اي واحد بده يسافر بطلع له فيزا الكل بقولك شو الاجراءات شو لازم اجيب شو بده مبراك بكرة الصبح بنزل على السفارة يا حبيبي هذا القرار بشمل الناس اللي معهم فيزا اصلا يعني مقبولين والمفروض صلهم شهرين ثلاثم سافرين انت ما لك بالطابق كله اللي معاه فيزا وانتهت روح طلع غيرها بدون مقابلة وحكت السفارة في نفس الخبر انه تقرير مين ينقبل ومين ما ينقبل برضو بايد السفارة يعني حتى هذا الكلام مش نهائي ممكن تكون معك فيزا وانتهت وقولك لا بدك تضطرق قابل مرة ثانية يعني حتى الناس اللي بشمالهم الخبر مش كلهم فلا امريكا بدها تفضي البلد ولا هي قلقانة بالبلد واصلا تسعين بالمية من الامريكان وتسعين بالمية من الحكومة الامريكية بعرفوش الاردن وين على الخريطة سيبونا منطخ الوطنيات وخلينا استترزق وحل عن البشر